موسيقى حقيقة اهمال الدرسية التربية الفنية والرياضية ضمن المنهاج الدراسي وتهميشة واغفال أهمية هاتين الدرسين حقيقة اثر بشكل كبير على المستوى العلمي لاحظنا هاي الأمور مو بس على صعيد مستوى إدارة المدرسة من خلال عدم موجود درسة التربية الفنية والرياضية في جدوى الحصص وإنما شاهدنا حتى الأسر من خلال اجتماع مجالس الأبا يأكدون على المناهج الدراسية الأخرى كون أنه أنا أريد ابني يروح طبية ما أريد ألتهي بالرياضة والفنية ناسين ومتغافلين أن درسة التربية الرياضية والفنية هم دروس ترفيهية أثبتوا علماء النفس بأن هاتين الدرسين هم كفيلان بأن يوفروا أجواء وينشطوا الذهن والعقل للطالب لكي يذاكر ويدرس بقية الدروس حقيقة هذا الموضوع نعم مهمش درس التربية الفنية نعم مهمش درس التربية الفنية والرياضية لكن لا بد أن يعلم الكوادر التربوية يعلم المسؤولين على العملية التربوية بأن الدرس التربية الرياضية درس مهم جدا لما له من أهمية في تنمية الجانب العضلي لدى الطالب الجانب الذهني لتقبل المعلومات لأن تعرف إحنا كل فئة عمرية إلها منهاج رياضي خاص مهم جدا في بناء جسم الطالب عقل الطالب ذهن الطالب بالاستقبال المعلومة وبالتالي بالتالي نعتقد مو نعتقد وإنما جازمين بين الدرس التربية الفنية ورياضية من الدروس المهمة والتي يجب أن لا تخفل ولا يتم تجاهلها في جدول الحصص تأثير مباشر وأنا على طلاع بهذا الموضوع يعني دائما مع الطلاب يعني عندي فقط مدرسة أو أهلية خلوا بجدولهم درس موسيقى اللي كانت هي كان درس نشيده موسيقى كان درس تربية فنية كان درس الياضي كنا الساب هسا كل هذا اللي راحت أكثر بالمدارس يصبحت علميات يعني المعلمات أخذ بعد درس الموسيقى من خلال يعني المعلمات اللي ماخدين يعني درس علمية الموضوع الجديد ينطوب بعد درس الموسيقى لأن الطالب يجيهم وأنا جربت هاي وعن تجربة يعني موجودة حاليا يعني الطالب يتهيئ من خلال درس الموسيقى نعم اللي وجدوا هاي الدروس أستاذ موجدوها اعتباطا هي دروس اللي ترفيه الطالب وأكو عدنا مواهب يعني موجودة مواهب كثيرة لكن المواهب من تجي كلها دروس علمية 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 تنتهي المواهب أصبح الطالب مانا فقط يعني حتى شهدت أصبحت للنجاح فقط الميات أصبحت يحفظ آلة حافظة يعني ما عنده يعني يعني شنو اللي يصير إذا نخرج دكتور فنان دكتور موسيقي دكتور رسام كانوا قبل موجودين لكن هسا حاليا لأصبح طالبنا فقط علم أثرت نعم أثرت وأثرت حتى على شخصيته يعني أكو مرات نجحنا نقول مرات أكو دكتور عنده روح فنية حلوة وكذا نقول عليه هذا فنان يعني أكو لأن هذا الدرس هو يطور الإنسان ويرتبه ويهذبه أخلاقيا يهذب حتى عقلية تكون غير شكل يعني هلو روح هارج للأدواء الموسيقية على صوات الميراتيزة للساحة الفنية مش فلا صفر صفر أنا بالنسبة لي وصفر وتأثيرها السلبي جدا على الطالب خاصة وآني يعني يعني هسا يمكن إذا ما عقدر أحكي لك موضوع يعني انصدمت بي طالب بصف تاني إذا ممكن يعني أحكي يعني هذا يمكن يعني ده درس موسيقى فجيت أول درس رد أحببهم شنو داف أشرح لهم شنو الموسيقى فقلت لهم الطلاب خلي شوف شنو الأغاني اللي تحبوها يعني طفل بطاني ابتدائي شو يحبي يعني الأغاني غير واحد من الطلاب كان يقول الساد عندي أونية أنت ما تقدر تعزفها وراح تضحك عليه قلت له لا ليش حبيبي قول قال الساد على حظ المصخم ويالنايم يعني هاي منين غير من الساحة اللي موجودة حاليا على حظ المصخم ويالنايم صمون أشرب ألف صمون مال شو يعني هاي هاي ساد مأساتنا يعني أضحك لها بتشيلها والله ضليت يعني دزيت على أبو دز قال لي اشي يسوي غير الموبايلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر